محدش يقدر ينكر انه احداث السبع اكتوبر والحرب على غزة خلت عدد كبير من الناس مهتم بانه يعرف عن التاريخ سواء كان تاريخ القضايا الفلسطينية او التاريخ المصري سواء كان طبعا القديم او الحديث النهاردة معنا ضيف بيحكي التاريخ بشكل مختلف وممتع جدا بيحكي تفاصيل خاصة بالتاريخ مش موجودة في الكتب وبيخلي كتير مننا يشوف التاريخ بشكل مختلف ومن زاوية ممكن تكون جديدة تماما على كتير مننا وهي زاوية الفن المصري القديم بكل تفاصيله واللي عايش معنا على جدران المعابد وكمان الاثار المختلفة وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن القصة كلها ومبادرة رسم مصر سيكون معنا دلوقتي استاذ محمد حمدي مؤسس المبادرة واستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان أهلا محضرتك كيف أنت؟ أهلا بحضرتك عامل ايه؟ كل تمام الحمد لله أنا أول حاجة عايزة أقولها لك قبل ما ندخل في الأسئلة أنه أنا شفت على السوشيال ميديا كم الشباب اللي كان موجود معاك وقد إيه هما كانوا مستمتعين جدا بطريقة سردك للتاريخ وكانوا يعني إحنا كلنا دايما متعودين أن أول ما بيبقى في حاجات كده بنمسك موبايلنا بنبقى مشتتين هما كانوا مستمتعين جدا ومبسوصين جدا ومركزين معاك بطريقة مش طبعية عملت ده إزاي؟ وبيمسكوا الموبايل علشان يصوروا الجول هو في الحقيقة أنا كنت بدأت الأول أكتب بعض الكتابات التاريخية كده وفي الفترة دي أن كنت معار بدرس في جامعة في الخليج فآخر سنة بقى عايز أرجع فأرجع أعمل إيه؟ إيه الدين اللي ممكن أوفيه للطلبة بتوعنا وللناس بتوعنا وللشباب بتوعنا فكده كده في كلية التربية الفنية جامعة حلوان وأنا أستاذ تصوير كنا بننزل نرسم الأماكن الأثرية فابتدت أقرأ أكتر عن الأماكن الأثرية والتاريخ دوا ونتكلم عنها بس مش بنتكلم عن التاريخ اللي موجود في الكتب اللي كتبوا المؤرخين زي المقريزي وابن إياس والجبركي ابتدت أخذ سطر اللي هو بيتكلم فيه عن الناس مش بيتكلم عن تاريخ السلاطين والأمراء والمباني بيتكلم عن الشعب وده مش كتير على فكرة في المدونات الكبيرة دي فابتدت أخذ السطر دوا وأبحث عنه وكبر البحث فلاقيتهم الشباب تحديدا يعني شغوف أكتر أن هو يعرف الحكايات دي الحكايات اللي بتلمس وموجودة في مثل شعبي في أغنية شعبية في اسم شارع احنا مش عارفين تاريخه إيه فهي دي كانت البداية بدأنا في 15-20 دلوقتي الأعداد معنا مئات ما شاء الله الأعداد بتزيد بيجينا ناس من الدول العربية بيسمعوا عن المبادرة بيحضروا معنا الجوالات يعني غطت القاهرة كلها عدة مرات ونأمل إن شاء الله أن احنا نزور أماكن خارج القاهرة بإذن الله طب هي فكرة رسمة مصر جات لحضرتك من فين أصلا؟ ما أقولت حضرتك أنا لما جيت عاوز أعمل حاجة للشباب طب عدت أفكر يعني نعمل جمعية أهلية طب نعمل مكتبة النشاط إيه هو فلقيت الشباب في الحقيقة شغوف جدا جدا زي ما حضرتك أشارت في المقدمة بمعرفة تاريخ بلده لأن التاريخ مادة تعتبر تقيلة شوية على بعض الشباب إن هو يقول إيه السلطان الفلاني فتح المش عارف إيه سنة كام وكلها تواريخ وكده لكن لما يتقال بطريقة محببة من خلال مبنى من خلال تفصيلة فنية من خلال ربط التاريخ بالفنون بالزي بالعادات والتقاليد اللي لسه موجودة معنا لحد الوقت في الاحتفالات بتاعتنا هو ده اللي بيثبت المعلومة وبيربط الشباب دول بالهوية بتاعتهم بيربطوا الشباب بالوطن يعني أنا نفسي أتحول مشروع رسم مصر دول إلى مشروع قومي يكون في كل مصر طب حضرتك تفتكر أن الشباب ممكن يكونوا ابتدوا يهتموا زيادة أو أكتر عن الطبيعي أو اللي احنا عمتا بنبقى عارفينه بعد أحداث غزة ولا هو الموضوع حصل بسبب المبادرة والفكرة احنا بقلنا خمس سنين شغالين يعني من قبل أحداث غزة غزة ارتباط الأحداث بتاعتها بمصر لأن في الحقيقة خريطة مصر على مر العصور كانت عبارة عن مصر وجنوبا وغربا والحجاز والشام لحد الأناضول أو يعني جنوب الأناضول كل المنطقة دي كانت خريطة مصر تكبر شوية تصغر شوية سلطان مصر كان هو سلطان الشام وكان بيعين يعني خان يونس اللي بتتضرب في قطاع غزة دلوقتي خان يونس دي اللي عمل الخان دوا ده يونس الدوادار ده أمير مملوكي مصري والمدفن بتاعه موجود لحد الوقت قبة يونس الدوادار موجودة في الحطابة ونزلنا ورسمناها فالارتباط التاريخ المصري بالتاريخ فلسطين وبلاد الشام ده ارتباط وثيق يعني كان سلطان مصر يقال عليه سلطان البحرين اللي هو البحر المتوسط والبحر الأحمر سلطان البرين اللي هم بر مصر وبر الشام خادم الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين اللي هم مكة والمدينة دول الحرم الحجازي والحرم القدسي فكان ده سلطان اللي بيحكم مصر فلازم تكون ايده على هذه المناطق فالتاريخ مرتبط ارتباط شديد جدا جدا والأرض واحدة والقبائل والناس واحدة يعني هنلاقي مثلا في معرض الكتاب أكبر نسبة مبيعات هي الكتب التاريخية لأن الشباب تحديدا عنده طوق شديد لمعرفة تاريخ البلاد بتاعته ومين حكم وازاي ووصلنا لحد فيين طيب لحد الوقت تقريبا عملتوا كم جولة جولات كتير اوه احنا بقول لحضر رجبا اننا خمس سنين بننزل ساعات كل جمعة ساعات بننزل جمعة او جمعة لا في اماكن زورناها اكتر من مرة طيب ايه الاماكن انت روحتوها كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك في القاهرة مثلا يعني زورنا الحاجات المشهور مثلا القلعة المتاحف المتحف الاسلامي المتحف القبطي بس في حاجات بقى كده سرية وما يعرفواش الناس كتير يعني نروح مثلا نزور مقابر الروم الارزوزكس نروح نزور مقابر الكاتوليك نروح الطربة السلطنية اللي في السيدة عيش نروح عرب اليسار عرب اليسار دلوقتي مش موجود اتشالت المنطقة دي كلها فاحنا رسمناها قبل ما تتشال فاحنا عندنا وثائق مرسومة واحاديث وفيديوهات وافلام قصيرة بتوفق لهذه المنطقة ولعمارة هذه المنطقة ونشوف البوابات القديمة والمقرنصات والعمارة المتميزة في هذه المنطقة نروح شرع السيوفية نروح الحطابة نروح باب الوداع يعني اخر زيارة مثلا كنا في سوق السلاح هنكمل ان شاء الله الجمعة اللي جاية هنكمل شرع سوق السلاح بنحكي بقى الاماكن يعني مثلا نلاقي حارة اسمها حارة الروك اول ما ييجي في ذهننا يتيجي مثلا موسيقى الروك اندرول مثلا الروك دون بالفرسي معناها حبل والحبل دون كانوا يروكوا به الأرض يعني يقيسوا به الأرض الأرض الزراعية لأن الاقتصاد المصري أيام المماليك يعني طول عمره في الحقيقة قائم على الزراعة وكان يعني تم روك الأرض المصرية عدة مرات علشان يعرفوا الخراج يعرفوا المساحة قد ايه ومين معها قد ايه علشان يقدر يدفع فمن اسم حارة موجودة ممكن اللي ساكن جواها ما يعرفش معنى كلمة الروك دي ايه فيه عندنا بقى الروك الحسامي اللي هو عمله حسامي دي اللاجين في كذا روك يعني حصل ويتم تقدير الأراضي وإيه الأراضي اللي خرجت من الروك والأراضي الجديدة اللي النيل طالها علشان نقدر نقدر الضرائب عليها يعني والله يا حضرتك وانت بتتكلم الواحد مكسوف انه ما يعرفش كل الحاجات دي يعني فعلا احنا المفروض بلدنا مليانة حاجات ومليانة تاريخ عظيم فان احنا نبقى في مبادرة زي دي دي حاجة مهمة جدا لان الناس مش بس الطلاب يعني احنا كمان كناس كبيرة كده ومفروض تبقى عارفة حياتك كثيرة جدا ما نعرفش على حاجات كثيرة حضرتك انا بدأنا مثلا بالطلاب 15 طالب دلوقتي يمكن 90% من اللي معنا مش طلاب مش بدرسوا فن هما محبين للتاريخ ومعنا ناس كبار في السن فوق الستين ومعنا ناس شباب ألطف حاجة بتحصل لنا في جوالات رسم مصر اللي ما بننزل نرسم في الشوارع ان اطفال المنطقة بينضموا الينا وياخدوا مننا ورق او قلم ويرسموا الاماكن اللي جنبهم اللي هما ما يعرفوهاش ويسمعوا التاريخ بتاعه فبيكونوا في غاية الاستمتاع يبقى ساكن جنب مثلا جامع ألوون وما يعرفش مين ألوون والسلطان ألوون والدولة المملكية حصل فيها ايه فده بحد ذاته مكسب كبير احنا بنعمله على أرض الواقع اللي بقى فاتوا الجولة بيقدر يشوف الفيديوهات اللي احنا بننزلها على سوشيا الميديا على صفحات رسم مصر على كل انستجرام وفيسبوك كل البلاتفورم دي موجود عليها الفيديوهات اللي احنا بننزلها أو بنعملها في الجولات والرسومات كمان اللي الشباب بيرسموها لان احنا بنوثق بالورقة والقلب وفي الحقيقة احنا واخدين موضوع الرسم وكده ده حجة لكن الهدف الأساسي نحنا نربط الشباب بالتاريخ بتاعه يعني فيه ناس بيجوا محبين عايزين يعرفوا بس يسمع الجزء التاريخ يبقيننا شكرا سلام عليكم ويمشي واحنا نكمل بقية الجولة ونرسم الأماكن الأثرية والتاريخية اللي في مصر طيب حضرتك بتختار المكان اللي انت هتنزل فيه الجولة ازاي يعني بناء على ايه انا بنزل الأول جولة استكشافية أوكي يعني بتنزل الواحد الأول قبل الجولة مع الشباب ساعات الشباب بيقترحوا ساعات من الإرايات كل شوية أقرى مثلا فأشوف معلومة معينة فأبحث فيها نروح قلعة الكبش هنديش عارف كتير قلعة الكبش وإن فيها مثلا جامع القيد باي وإن فيها ساقية لصلاح الدين وإن فيها منظر بديع من فوق نقدر نشوفه وإيه الكبش دو فده مهم جد أول جولة اللي بعملها الواحدي بشوف المصاري اللي احنا هنمشي فيه مثلا بمعنى مجموعة كبيرة وهل المكان مناسب ولا لأ فيه أماكن ضل عشان نرسم فيها ولا لأ فيه بقى نتكلم عن الموضوعات اللوجستية القهوة اللي هنقعد عليها الفطار بتاع الراجل بتاع الفول والطعمية اللي هنفطر عنده الراجل بتاع العصير القصف فأول نشوف بتذكر المكان الأول من أول لوجستيا يعني علشان ما نقعش في حاجة وقريب من المواصلات ولا لأ وقريب يعني لازم لوحد يبقى في ذهنه الحاجة دي وأمان ولا لأ احنا معنا أولاد ومعنا بنات ومعنا شباب طبعا فلازم قدر الإمكان بقدر أراعي الموضوع دوا أوكي المكان كويس وينفع بقوم نعلن عنها يوم الثلاث يوم الجمعة إن شاء الله ننزل وفي الحقيقة لقيت أن الناس سكان هذه المناطق في منتهى التعاون وبيحبونا وبيقولونا تعالوا تاني ويتعاونوا معنا وبعد مثلا المحلات تطلع للشباب كراسي علشان يعودوا يرسموا يعودوا يرسموا ومرة واحدة في المقابر عملت لنا سندويتشات ست بسيطة خالص وجوه المقبأ هنا قادة في حوش كويس احنا عملين نلف وبتاع وهي عملت تقلي بطاطس وتحط لنا طماطم وتدي لنا سندويتشات من أطعم الأكل اللي كانت في حياتي في هذه الجولة طيب الناس إزاي تعرف على الجولة يعني حضرتك بتقول بتنزل يوم الثلاث الإعلان بتاعها بينزل يوم الثلاث الإعلان بتاعها بينزل يوم الثلاث بيروح على المكان وبيبتزي يعمل الجولة معيكم بالضبط الجولة كلها طبعا مجانية كلنا متطوعين اللي بيعملوا سوشيال ميديا والشارح والرسم هو بس بيجيب مع الورقة والقلم لو كان حابب يرسم بأي خمات والأولاد بيعلموا بعض برضو ده بيجيب خمة معينة بنعلن على فيسبوك بنعلن على تويتر بنعلن على الوائكس دلوقتي بنعلن على كل وفيه أرقام تليفونات ممكن يتواصل مع الشباب اللي معنا يقولولو مكان التجمع مكان التجمع الساعة 9 غالبا يعني في المكان الفلاني نتجمع ونتحرك مع بعض ونبتدي الجولة نبتدي شرح تيجي صلاة الجمعة نصلي الجمعة وبعد كده نكمل شرح بعد صلاة الجمعة وبعد كده نقعد ونرسم هذه الأماكن ونصور بقى الكلام اللي احنا بنقوله وده بيتقصص كده حتة الصغانطوطة وبتنزل على الميديا الناس ممكن يشوفوها على الإنستجرام وعلى تيكتوكو على الحاجات دي كلها طيب خلينا نروح نشوف دلوقتي مع بعض جولة من الجولات وكمان نشوف رسومات ونرجع تلك نتكلم عن ظاهرة مهمة جدا في الفنون الإسلامي اللي هي ظاهرة المشحر والمظهر والأبلق ايه هو بقى دوان الأبلق اللي هو الأبيض والأسود هتلاقوه في العمارة هتلاقوه في الخطوط وكده يبقى الأبيض والأسود ده اسمه الأبلق والأبيض مع الأخمر بيسمى المظهر أو المشاهر ده نوع من أنواع الكتابات يسمى الكوفي المربع عندنا أنواع كتير جدا من الكوفي الكوفي المورق كويس؟ الكوفي المظهر الكوفي المغربي فيه أنواع كتير جدا من الكوفي طيب ايه أكتر مكان حضرتك لزورته وحسيت أن الطلاب كانوا يعني مشدودين لي جدا هو في الحقيقة الأماكن اللي ما رحوهاش خالص يعني فيه مكان ده كان أغلبهم ما رحوهوش لما رحنا القرافة ورحنا زورنا بعض الأضرحة وطلعنا فوق جبل المؤطم وشفنا مشهد أو جامع الشهين الخلواتي الجامع دوان هو الجامع الوحيد في العالم اللي بيتم الدخول إليه من الأرضية بتاعت الجامع لأنه فوق الجبل يعني ايه من الأرضية بتاعت الجامع؟ احنا ماشيين على أتسطرات كده من السيدة عيشة مثلا لحد المعادي هتلاقي حضرك على شمالك في جامع ملزوق في الجبل هو ده جامع الشهين الخلواتي الجامع دوان عشان نطلع له بنتطلع له فوق الجبل وملوس الشباب فاحنا فيه فتحة من الأرضية بتاعته يعني الأرضية مخرومة ونطلع عشان نزور الجامع ده ففيه كمية من الروحانية والشفافية وانتي قاعدة فوق كده في الجبل المقطع وشايف المقابر تحت والمقابر بقى بتاعت مين؟ عندنا عمر بن الفارق عندنا الأميرة جميلة جميلة بنت الخديوي اسماعيل عندنا جميلة فضيلة عندنا عبد الله بن أبي جمرة عندنا ابن عطاء الله السكندري عندنا العز بن عبد السلام فعندنا كبار الأولياء وإحنا شايفين المقابر دي وفوق المأذنة اللي كانوا المتصوفة بينعزلوا فيها ويطلعوا يتعبدوا اسموا دي المستضعفين وكان المكان ده وان كمان متصوفة من قبل الإسلام يعني كان الرهبان المسيحيين ينقروا خلوات ليهم في الجبل ويتعبدوا فيها فالمكان ده كان فيه كمية طاقة روحية جميلة جدا 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 ونطوق ان احنا نروح نزوره تاني والشباب حبوه جدا ورسمنا منه لوحات جميلة جدا ده يعني انا هاخد من حضرتك العنوان لان اتشرفونا نطلع جولة تاني ان شاء الله طيب موجا هارك تحكي لنا اكتر عن سوق السلاح احنا الجولة اللي فاتت هارك قلت ان فيه جولة فاتت ولسه فيه هنكمل بقيت شارع سوق السلاح جولة تاني اه من اول شارع سوق السلاح فبلاقي بوابة القصر بتاع منجك السلاحطار الامير منجك السلاحطار ده السلاحطار ده مش اسمه السلاحطار دي شغلانة اللي هو كان زي وزير الدفاع او المسؤول عن الاسلحة وهكذا ومتعلق او منحوط محفور على الحجر الرنك بتاعه الشعار بتاعه اللي هو سلاح الرنك نتكلم بقى عن الرنك الرنك هو الشعار بتاع الامير او السلطان فيه رنوك كتابية اللي هي بيكتب عليها مثلا عز لمولانا السلطان الملك الاشرف قايد باي عز نصر وفيه ملوك فيه رنوك كلمة رنك هي معناها لون بالفرسي شارع او علامة وفيه رنوك تانية بتبقى رسومية مش كتابية يعني عليها رمز زي السلاح دار زي الدوادار الدوادار هو حامل الدوا الدواء اللي هي الدواء بتاعة الحبر فده كان بمثابة كاتب الرسائل السلطانية او وزير الخارجية فيه الجمدار الجمدار زي لبيس الملك او لبيس السلطان مسؤول عن الهدوم وكان الرمز بتاعه البؤجة البؤجة ما كانش فيه دوليب فكان فيه بؤجة يتحط فيها الهدوم الجوكندار الجوكندار اللي هو حامل عصاية زي الجوكي اللي هو بيلعبوا بيها كانوا بيلعبوا لعبة زي البولو يلعبوا كله ويركبوا على الحصان ومعهم العصيان بتاعتهم وهكذا في أمير أخور كل أمير ليه ردبة وليه رنج بعد ما بنمشي من البوابة بتاعت مانجاكس الأحضار بنعدي نشوف جامع الجاي اليوسفي الجامع ده برضو فيه ظاهرة عجيبة جدا إن القبة بتاعته وعليها خطوط الخط نازل ميل كده ميل مش عدل هنروح مثلا ونبدأ نماشين نلاقي سبيل حسل أغا كوكليان وبعده بيت يكن ونخش بيت يكن ونشوف الأسبلة اللي موجودة في الطريق ده إحنا بقى هنكمل المرة الجاية إن شاء الله هنروح جامع أحمد المهمندار هنروح الطنبغة المرداني وهنروح جامع أبو حريبة هو مشهور بين الناس إن هو جامع أبو حريبة بس هو أصلا اسمه جامع جامع أبو حريبة اللي هو قجماس الإسحاقي بس هو اشتهر بأبو حريبة الأمير اللي بناه قجماس الإسحاق بس الشيخ اللي قعد فيه بعد كده هو الشيخ أبو حريبة الجامع ده اللي موجود على 50 جنيه يعني فيه ناس معاه 50 جنيه في جبهة ومش عارفة الجامع ده موجود فيه بالزبط أو الجامع ده موجود فيه فهنا هنروح ونشوفه ونشوف القيم المعمرية اللي موجودة فيه ونشوف الصباط الصباط دي يعني كان يعمله زي قنطارة كده علشان يحترم الطريق والناس تعدي زي لو في وقت هنكمل لحد باب زويلة ونحكي القصة بتاعة باب زويلة طيب أستاذ محمد هو إيه أكتر العصور اللي كانت معروفة في مصر بالفنون والهندسة هو خلينا مثلا أنا عشان يمكن شوية بنتكلم عن بعد دخول الإسلام مصر يعني طبعا العمارة المصرية القديمة عظيمة جدا بس نحن في القاهرة العناصر المعمارية المصرية القديمة مش كتير يعني لازم نروح للبدرشين أو نروح للجيزة أو كده لو نتكلم عن القاهرة فهي قاهرة إسلامية القاهرة المماليك عاشوا فيها فترة أطول فالعمارة اللي عندنا أغلبها مملوكي وسلطان عظيم مثلا زي الناصر محمد بن ألوون واللي قاعد فترة طويلة فكل الأمراء بتوعه أنشأوا فإحنا لو شفنا كده جامع مملوكي ومش عارفين مين اللي أنشأوا لو كتبنا من أمراء الناصر محمد بن ألوون غالبا هيتلع صح ولو كتبنا رممة في زمن عبد الرحمن كتخدها غالبا هيتلع صح ولو الجامعة كسر وتم ترميمه أكتر هنقول اترمم في عهد عباس حلمي التاني لجنة حفظ الأساري العربية غالبا هيتلع صح لأنهم دول أكتر ثلاثة اشتغل فالحقبة المملوكية أعظم درجة من العمارة ووصلت بقى للذروة جينا بعد كده في العصر العثماني الدنيا قلت شوية والسمات الفنية قلت شوية لكن القاهرة المزاج بتاعها مزاج فاطمي يعني الاحتفالات والموالد وأعياد ورمضان والعيد وكل احنا المزاج بتاعنا مزاج فاطمي العمارة بتاعتنا عمارة مملوكية طيب عايزة أعرف من حضرتك ايه هي الخطوات اللي جاية ايه اللي هيحصل احنا والله يعني الأمور عمالها تكبر أكتر ما كنا نتوقع احنا نتمنى بقى بالنسبة لمبادرة رسم مصر وأنا في الحقيقة بحب أسميها مشروع رسم مصر احنا ضمننا الناس كتير جدا ممكن تتحول لبرنامج ممكن تتحول المادة الفيلمية اللي احنا بنعملها دي تتعمم أكتر اللي يهمنا أكتر ان الخدمة بتاعتنا توصل لشباب مصر كلهم ازاي؟ عندنا طريقتين نفسي ان مجموعات رسم مصر يتكون موجودة في المحافظات يعني المجموعة بتاعتنا يتولد منها مجموعات في السكندرية وفي العريش وفي أصوامه وفي الوادي الجديد يعملوا اللي احنا بنعمله في المحافظات بتاعتهم انا نفسي بقى كمان برضو ان رسم مصر اللي موجودة في القاهرة تروح المحافظات وتزور يعني كتير من الهيئات والمؤسسات عندها اوتوبيسات بتودي الموظفين بتوعها الاوتوبيسات دي بتوقف ايهم الجمعة ما بتشتغلش احنا عايزين ايهم الجمعة يسلفونا اوتوبيس من دول نطلع نزور المحافظات ونحكي تاريخه يعني والمبادرة مجانية واحنا مش بنتقضى اي اجر والشباب احنا بيجلنا ناس احنا اهوف القاهرة بيجلنا ناس من المحافظات بيجلنا ناس من اسكندرية الجمعة الجاية في مجموعة تصلوا بيا من اسكندرية او احنا عايزين يجي نرسم معاكم فان هو يتكلف تكلفة المواصلات وان هو يصحى من الفجر وان هو يجي القاهرة وعناء اليوم دو محبة في التاريخ ومحبة في الفن ومحبة في هذا الوطن فده شيء يشكر فاحنا عايزين بس نيسر على هؤلاء المحبين للوطن ولتاريخ الوطن ان احنا نروح لهم ونقرب منهم وفي الحقيقة المشروع ده انا بقى اكرر انه مشروع قومي ليه لان في الحقيقة اللي هينشغل الشاب الشباب عندهم وقت كبير جدا وعندهم طاقة كبيرة جدا لما هينشغل بتاريخ بلده ولا هيفكر بقى في ارهاب ولا مخدرات ولا اي اعمال منافية اخرى اتمنى ان ده ان شاء الله يحصل من خلالنا بإذن الله ان شاء الله وبشكر حضرتك جدا استاذ محمد حمزي على وجودك معي انهارت شكرا لك شكرا